اشتركوا في القناة في البلاد المعظم حفظه الله ورعا وتمنيات جلالته لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين وأعرب معالي عن تقديره العميق لهم على مشاركتهم في هذا الملتقى العالمي الكبير الذي ياتي في سياق جهود مملكة البحرين ومبادراتها في تعزيز قيم التعايش والسلام وبحث مع الضيوف الكرام سبل تعزيز التعاون العالمي لدعم حوار الأديان والمذاهب والثقافات وإعلاء قيم الخير والفضيلة والسلام ومن جانبهم أعرب الضيوف الكرام عن اعتزازهم بالمشاركة في ملتقى البحرين العالمي للحوار وتقديرهم الكبير لجهود مملكة البحرين ومبادراتها الخير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله في خدمة القضايا الإنسانية وكان مع لي قد عقد سلسلة لقاءات مساء اليوم مع كل من سماحة الشيخ طلعت صفات جدين المفتي العام لروسيا رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا وسماحت العلامة السيد علي الأمين عضو مجلس حكماء المسلمين وفضيلة الشيخ أحمد النور الحلو المفتي العام لجمهورية الشاد عضو مجلس حكماء المسلمين وأستاذ القانون الدولية الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة الأسبق وزير التعليم العالي سابقا بجمهورية مصر العربية والدكتور محمد العبيد لي رئيس منظمة تربويون بلا حدود الدولية والدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة شكرا للمشاهدة شكرا